ومن أخبار مجلس الوزراء الروح لجولة أخبار المحافظات لأن معنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارع في محافظات الجمهورية المختلفة ومنها رفع قدرات المحاولات الكهربائية للقرى وده في مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ وكمان توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل مشروع مشغل الحرف اليدوية والتراثية في أسوان كمان معنا أخبار تانية كتير هنتبهها من خلال التقرير التالي أخبار كتيرة حصلت مبارع في المحافظات البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها الإعلان عن تطوير سلاسل رفع قدرات المحاولات الكهربائية للقرى في مبادرة حياة كريمة بتكلفة مليون ومية تسعة وخمسين ألف جنيه وده بهدف تحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة فأسيوت قال اللواء أعصام سعد محافظ أسيوت أنه تقرر مد فترة حجز الوحدات السكنية ضمن الإعلان الخاص بوزارة الإسكان للوحدات الزائدة عن حد الطلب والشاغرة ببعض مراكز المحافظة حتى 1 يونيو اللي جاي وضحرصاً على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية إمبارح فاز منتخب كرة القدم الشاطئية لجامعة كفر الشيخ بالمركز الأول وكأس البطولة في منافسات مهرجان الجامعات المصرية للمتميزين رياضياً بمطروح المهرجان أقيم تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة وشارك فيه 140 طالب وطالبة من 9 جامعات فأسوان تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ومدرية التضامن الاجتماعي لتشغيل مشروع مشغل الحرف اليدوية والتراثية بقرى وادي كركر واللي قامت المحافظة بإنشاؤه على مساحة 400 متر مربع بتمويل من هيئة تنمية جنوب الصعيد